كان الشهيد ناصر عبدالله الفزيع ضمن أفراد المقاومة الكويتية وشارك رحمه الله في بداية الاحتلال العراقي في المعارك الأولى في أغسطس من عام 1990 والتي دارت في منطقة كيفان وبعد هذه المرحلة انتقلت اتصالاته إلى منطقة الروضة كان الشهيد ناصر دائما لاستشعار بالشهادة في سبيل الله والوطن وقد تطوع في تلك الفترة بالعمل في الجمعية التعاونية في المنطقة كما عمل بشركة المخابز الكويتية لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز في يوم الخامس والعشرين من شهر يناير من عام 1991 داهمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال منزل الشهيد قبل صلاة الفجر على إثر بلاغ للقبض على أخيه الأكبر عبدالعزيز لكونه عسكريا لكنهم لم يعثروا عليه بالمنزل فاعتقلوا الشهيد وأخيه الأصغر عبدالحميد وهم حفات وبملابس النوم كما اعتقلوا عددا كبيرا من شباب المنطقة وقد جرت المفاوضات لإطلاق صراح المعتقلين وبالفعل طلب جنود الاحتلال مبلغا كبيرا من المال ولكن عند موعد تسليم المبلغ لهم تم العثور على ثلاث جثث ملقاة في موقف السيارات لمجمع الأوقاف وكانت من بينهم جثث الشهيد ناصر عبدالله خميس الفزيع الذي استشهد في مثل هذا اليوم الخامس عشر من فبراير من عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين رحم الله شهداء الكويت الأبرار اشتركوا في القناة